إلى مدينة روسو حيث تمكنت مجموعة من النساء عبر مشروع النفع الاقتصادي لعادة تدوير النفايات البلاستيكية المدعومة من قبل بلدية روسو وبعض الشركات يسعى القائمون على هذا المشروع إلى المشاركة في عملية الانتاج والإسهام في الحفاظ على البيئة عبر الحد من اتشار النفايات بالنظر إلى حجم النفايات المتراكمة في بعض المناطق الحيوية والتي تشكل أرضية لنشر الأمراض بات من الضروري دعم المشاريع النسوية التي تعمل في مجال إعادة تدوير النفايات البلاستيكية والتي من بينها هذا المشروع النسوي المدعوم من قبل بلدية روسو ومنظمة جئيزة الألمانية والذي تنشط العاملات فيه في مجال صناعة وتصميم الأصف من البلاستيك المعادي تدويره شكرا بلدية القوارب إنها هي اللي ذارت نفس الموضوع اللي نحن فيه تعاملت مع جئيزة بالنسبة لنحن العليات سعاطين على العمل وعاونونا يطول عمارهم إن شاء الله هذا المشروع عاونونا مشروع جئيزة جابونا المكائن الحمد لله ومطريق كامل وقدنا مستفادين الحمد لله من هذا المشروع جاونا مكائن رأينا نشتغل بهم الحمد لله نعدلوا هاي بافة أولا استفدنا منها عدلنا من بلديتنا هاي بافة فيها بافت نحن هاي عمل نحن الحمد لله والله الحمد وطالبين مولانا نعدلوا منها ياثر من إن شاء الله من الإدارات كاملة إن شاء الله يستنفعون استنفوا نحن منها تبدو عملية التحضير بتقطيع الأكياس البلاستيكية مهم عنا يجيبونا كوشو هو اللي نطحنو بالمكينة ونينوفا ونقبلو التراب بروتين من التراب ونقبلو بروت من كوشو وزقبها من السماع ونخلطوها لينوفا وعندنا مكينة مولي تخلط النذا لينوفا وندهنو المولات ونصبوه فيهم ونخلوه منهنين نصب مدد 24 يال ونرجعوه ونقلعوه ونطرحوهم اللي ونسقوه ويكتسي هذا المشروع همية بارغة بنسبة لهؤلاء النسوة حيث يعتبرنه بارقة أمل بنسبة لهن في تحقيق مكاسب مالية واقتصادية مهمة وأداة فعالة في محافظة على البيئة والحد من انتشار القمامة عبر التصنيع وإعادة الاستخدام سبيلا إلى التخلص من النفايات لقناة المورتانية محمد الياتمة مدينة روسو